تنظيم داعش الإرهابي أعلن مسؤوليته عن الحرائق التي طلت المحاصيل الزراعية في شمال العراق بحسب ما ذكرت مواقع تابعة لأنشطة تنظيمات الإرهابية أو بالعفو متابعة لأنشطة تنظيمات الإرهابية واذكروا أن الحرائق التي طلت شمال العراق أدت إلى تلف مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية تزامنا مع ذكراها الخامسة لسقوطها بيد تنظيم داعش تستيقظ الموصل على حرائق يومية تلتهم المحاصيل الزراعية مسببة بخسائر كبيرة للمزارعين الذين كانوا ينتظرون موسما جيدا مع كمية الأمطار الوفيرة التي هطلت ووعدت بمحصول وفير وامتدت تلك الحرائق لتصل إلى مشارف أحياء المدينة ومنشآت حيوية كمعمل كبيرة المشراق وسط دور كبير للدفاع المدني في إخماد النيران المستعرة عندنا خسائر فاللحنة تأذى فاللحنة كان منتظر الحصاد بأحر من الجمر خلال هاي السنوات السابقة مثل ما تعرفون جنابكم احنا كنا في زمن تهجير مدة ثلاث سنوات يعني فاللحنة صار لخمس سنوات والعام كان جفاف وهاي السنة السنة الخامسة للحصاد فاللحنة ينتظر هاي السنة الخامسة يحصد للأسف واجهت أزمة الحرائق جئنا من محافظة ميسان السنة للأخوان في محافظة نينوة والآن حاليا في مركز دفاع مدني برطلة ولتشوف قاعد ساعد أخواننا في إخماد الحرائق لا يمضي يوم إلا وتنشب عدة حرائق في مناطق مختلفة من الموصل وتكون عادة متزامنة مع بعضها في خطوة اعتبرها المزارعون على أنها ضربة للاقتصاد العراقي لعدم تحقيق الاكتفاء الذاتي خاصة أن الموصلة تشكل سلة غذاء العراق رغم في الآويناء الأخيرة أصدر داعش بيان بحرق المحاصيل الزراعية في محافظة نينوة رغم كل الظروف التي مر علينا من التهجير القسري بسبب داعش وحاليا قام بحرق المحاصيل الزراعية ووصل إلينا بتدمير الاقتصاد في محافظة نينوة والسبب الأول والأخير هو داعش موقف صعب جدا تقييمة هو السنة كاملة ينتظر هذا اليوم واليوم سبحان الله السنين احنا من تهجيرنا الدمار صار عندنا ثلاث سنوات تهجيرنا من جهة فئة ظالمة داعش المجرم واليوم نظرنا نفس الحالة نشوف الناس الموجودة أيدي الخبيثة موجودة في المنطقة بنت هذه الشغلات يكون هو خفز العراق وسهل نينوة نقول له قعمة الموصل مع الأسف الشديد الذي الخبيثة موجود في مناطقنا بس إن شاء الله قضاءهم قريبا جدا إن شاء الله مسلسل الحرائق الذي يلفه الغموض أتلف ألاف الدونمات من الأراضي الزراعية مما قد يهدد الأمن الغذائي للمواطنين حسب مراقبين من الموصل لؤي أمين أخبار الآن